كرمت مملكة البحرين لجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وذلك بمناسبة اختيار مشروع سياسات مملكة البحرين الرقمية كأحد المشاريع الرائدة في المنتدى مؤكدا بأن توجيهات سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بتسريع عمليات التحول الرقمي والسعي نحو تعزيز الثقافة الرقمية وبناء مجتمع وفكر رقمي قد أسهم في سرعة توجه المملكة نحو إطلاق السياسات الرقمية وبيّن بأن هذه الإشادة العالمية والتي تضاف إلى سلسلة إنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تأتي في إطار اهتمام الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومتابعته الحثيثة لكل ما بذلته الهيئة من جهود من أجل تنفيذ توجيهات الحكومة وذكر القائد بأن هذه السياسات تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تنظيم عمليات التحول الرقمي بمختلف الجهات الحكومية وتهدف إلى إنشاء الأسس التنظيمية لتوفير الخدمات الإلكترونية وتسهيل استخدامها ودعم الإبداع في المجالات الرقمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر